بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح والبيع وغيرهما قسمان أولا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به ولو لم يذكر في مجلس العقد مثل حسن العشرة ثانيا شرط زائد وينقسم إلى صحيح يجب الوفاء به وفاسد يحرم الوفاء به ولو ذكر في مجلس العقد وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر وهي قسمان القسم الأول صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين